النظام بسوريا مني بسعدت عامل معه ولا من غريب ولا من بعيد أهلا بكم من الصباحية من تلفزيون المستقبل وفي العنوين السعودية هي حريصة جدا على الاستقرار في لبنان الحريري يطلع مجلس الوزراء على أجواء زيارته الإيجابية للرياضة إسرائيل عوضا عن الحرب بتقوم بهذه الدربات بالأراضي السورية تأهب في إسرائيل بعد التصعيد الأخير وأسئلتهم تطرح عن مستقبل الوضع في المنطقة إيران عرضت تدريب عناصر القاعدة في معسكرات حزب الله مقابل ضرب المصالح الأمريكية في الخليج العربي أهلا بكم رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في صفوف قواته ونشر بطاريات القبة الحديدية ومنظومات دفاعية أخرى في أنحاء المدن بحسب قناة تليفزيونية إسرائيلية وأوضحت أن رفع حالة التأهب جاء بسبب التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة إثر تفجير نفق على حدود القطاع الأثنين الماضي وتهديدات فصائل فلسطينية بالرد على ذلك وأشرت أن الجيش الإسرائيلي يخشى أيضا ردا سوريا أو قيام حزب الله أو جماعات تتبع لإيران بإطلاق صواريخ من الجولان بعد تقارير تحدثت عن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في سوريا مراقبون قللوا من شأن تصاعد وطيرة التهديدات وأكدوا أن إسرائيل لجأت إلى مثل هذه الضربات تعويضا عن شن حرب مفتوحة على لبنان تقرير شاهير إدريس ترتسم العديد من السيناريوهات حول ما تسعى إليه إسرائيل من خلال استهدافها مواقع سورية من الأجواء اللبنانية والتي كان آخرها الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منشأة بمنطقة حسياء الصناعية في ريف حمص ليعلن بعدها الجيش السوري أنه تصدى للطائرات الإسرائيلية باستهدافها بصاروخ أرض جو فيما المعلومات الإسرائيلية أشارت إلى استهداف مقاتلاتها مصنعا سوريا للأسلحة المراقبون والخبراء العسكريون يرون أن إسرائيل تقوم بهذه الضربات عوضا عن شنها حرب كبيرة في المنطقة تكون بوابتها من لبنان لكن لا أعتقد أن لإسرائيل أي مشروع لحرب شبيهة بأي شكل بحرب 2006 إسرائيل تخشى أن حزب الله يبادر بعمل عسكري لكن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المبادرة شبه مستحيلة بـ 17-01 إسرائيل عوضا عن الحرب بتقوم بهذه الضربات بالأراضي السورية لأنه إذا تضرب الأراضي اللبنانية يمكن تكون فرس تسترايك أو تفتح الجبهة وبتخرق القرار 17-01 ولا إسرائيل إلى مصلحة تبدأ الحرب وتنهمل عليها الصواريخ مش فصل اللبنانية الميت ألف صاروخ يمكن صواريخ أرض سورية ساعة حدا بيعرفت بستبعد بنسبة كبيرة كتير تفوق 95% بس دائما لأنه مثل ما قلتلك في توازن الرعب هذه الضربات تزامنت مع خصف إسرائيلي استهدف نفقا شرقية خان يونس إضافة إلى تطورات سياسية تمثلت بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران توازيها أيضا العقوبات الأمريكية على حزب الله وما كشف عن بناء إسرائيل لجدار على الحدود الجنوبية اللبنانية روسيا تلعب دور وهو دور بآن واحد الذي يحالف ويضبط وعلاقة روسيا بإسرائيل جيدة طيران الإسرائيلي ما بقى يحالفه الأراضي السورية من وقت لدخلت روسيا في الحرب ورحنا تنيعه على موسكو قفئا من قبل بوتين أن الأجواء السورية لم تعد مستباحة إطلاقا لا لألك ولا لغيرك بدون إذن وبالرغم من تقليل الخبراء لإمكانية شن حرب إسرائيلية ضد لبنان إلا أن إسرائيل تعمل بكل قوتها على إعاقة قدرات إيران على العمل بحرية في سوريا لا سيما في الجولان وتقلص النفوذ الروسي للحد من قدرة روسيا على تعزيز موقف إيران من خلال تقديم الدعم لنظام الأسد وفي واشنطن أظهرت الوثائق الجديدة التي رشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية أظهرت بأن إيران عرضت على تنظيم القاعدة المال والسلاح وتدريب عناصره في معسكرات حزب الله في لبنان مقابل ضرب المصالح الأمريكية في السعودية والخليج يوما بعد يوم تتكشف طبيعة العلاقة التي تربط تنظيم القاعدة بالنظام الإيراني وهذا ما كشفته نحو 470 ألف وثيقة جديدة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعدما ضبطت من المجمع الذي كان يختبئ فيه بن لادن بمدينة أبرت أباد الباكستانية عندما هاجمته قوات البحرية الأمريكية وقتلته في العام 2011 هي الدفعة الرابعة من الملفات التي تتضمن مذكرات يومية كتبها بن لادن بخط يده إضافة إلى رسائل سرية ومقاطع فيديو وملفات صوتية وغيرها من المواد ولكن أهمها وثيقة من 19 صفحة بيّنت العلاقة الوثيقة التي تجمع إيران بالقاعدة التي لا يبدو أنهما في حال حرب بل ترتبطان بمصالح مشتركة خصوصا لجهة العداء للولايات المتحدة إذ كشفت تلك الوثائق عن عرض قدمته إيران لتنظيم القاعدة لتمويل التنظيم وتوفير الأسلحة وتدريب أعضاء من القاعدة في معسكرات حزب الله في لبنان مقابل ضرب التنظيم للمصالح الأمريكية في السعودية والخليج كما سهلت الاستخبارات الإيرانية سفر بعض عناصر القاعدة بتأشيرات دخول وبينهم أبو حفص الموريتاني الذي ساعدته على إيجاد ملاذ آمن له ولرفاقه داخل إيران قبل هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 واللافت في هذه الوثائق أن بن لادن حذر رفاقه في أحداها من تهديد إيران واصفا إياها بأنها الشريان الرئيسي للأموال والموظفين والاتصالات لتنظيم القاعدة ورغم هذه العلاقة المتينة بيّنت أحدى الوثائق خلافات حادة شابت العلاقة بين الجانبين لفترة من الزمن خصوصا أن أحدى الرسائل التي كتبها بن لادن بنفسه تبين أنه وجهها إلى المرشد الأعلى أنذاك آية الله الخميني مطالبا إياه بالإفراج عن أحد أفراد عائلته أما أبرز المقاطع المصورة التي أفرجت عنها CIA فكان شديد فيديو لحمزة أسامة بن لادن الذي احتفل به في إيران وهذا المقطع يعطي الرأي العام الدولي الصورة الأولى لنجل أسامة المفضل عندما أصبح راشدا حسم رئيس مجلس الوزراء سعد الحرير الجدل حول نتائج زيارته إلى السعودية لافتا خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء إلا أن المملكة حريصة جدا على الاستقرار في لبنان وكل ما يذكر في الإعلام غير ذلك مجافا للحقيقة وفي معلومات خاصة بالمستقبل فقد قبلت الرياض السفير اللبناني المعين حديثا لديها تقرير ربيع شنطف بكلامه عن نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء يكون رئيس سعد الحرير قد وضع حدا للتكهنات التي رافقت وتلت زيارته الأخيرة ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والوزير ثامر السبهان تحدث دولة الرئيس عن زيارته إلى المملكة العربية السعودية وقال أن السعودية هي حريصة جدا على الاستقرار في لبنان وكل ما يذكر في الإعلام غير ذلك مجافا للحقيقة أكد الرئيس الحريصي أن المملكة حريصة على الاستقرار الداخلي في لبنان وعلى مسير الداخلي وسوف تظهر مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصادي في هذا المجال في أسر العلاقات اللبنانية السعودية علم تلفزيون مستقبل من مصادر خاصة أن المملكة قبلت تعيين السفير اللبناني الجديد لديها بعدما كان الأمر مبهما في السابق جلسة الحكومة شهدت سجالات حول ملفات عدة واستمر النقاش الحاد بين الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل بشأن تطبيق قانون الانتخاب وأمور أخرى قبل أن يشارك الوزيران في الغداء إلى جانب الرئيس الحريري وعدد من الوزراء وهنا لفت الوزير علي حسن خليل إلى أن التسجير المسبق للمواطنين الذين يودون الانتخاب في أماكن سكنهم والمرفوض من باسيل بات أمرا واقعا بحكم ضغط المهل هذا الضغط تطرق إليه أيضا مدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري في دردشة مع الصحفيين داعيا إلى الاتفاق داخل لجنة تطبيق قانون الانتخاب علما أن اللجنة سوف تجرمع مجددا الجمعة وبحسب المعطيات فقد تم خلال الجلسة الاتفاق على استبدال سفير لبنان في الفاتيكان بسفير لبنان في الأرجنتين وذلك بسبب رفض الفاتيكان للسفير اللبناني المعين لديها حديثا من قبل وزارة الخارجية ومجددا غابت تعيينات تلفزيون لبنان فيما أقر جدول الأعمال بالكامل ومن ضمنه بند إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الرياح في منطقة عكار وفي هذا الشأن لفت وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلى أنه سيتم أعطاء ثلاث رخص لثلاث شركات في عكار لإنتاج 200 ميجاوات في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية ميشيل عون وفدا من جمعية المصارف اللبنانية برئاسة جوزاف طربي الذي أعلن عن تلقي القطاع المصرفي اللبناني تأكدات أمريكية عن أن هذا القطاع غير مستهدف بالعقوبات المفروضة على حزب الله طالما هو يتقيد بالإجراءات الدولية للعمل المصرفي الموضوع الهم الذي يهم لبنان ويهم اللبنانيين هو موضوع العقوبات الذي لا يزال يتفاعل على الصعيد التشريعي العقوبات على حزب الله الذي هو موضع مداولات مستمرة لهذه العقوبات التي لا شك أنها تؤثر على لبنان وتؤثر على الأوضاع في المنطقة وتؤثر على الحزب هناك تشدد كبير بالنسبة لهذا الموضوع من الإدارة الجديدة الأمريكية الجديدة سنبقى دائما نسعى لمنع الضرر عن القطاع المصرفي وتلقينا تأكدات بأن القطاع المصرفي اللبناني غير مستهدف أطلاقا بهذه العقوبات طالما هو يتقيد بقواعد الانتسال الجارية سابقا شدد الرئيس كتلة المستقل النيابية الرئيس فوادي السنيورة على أن لبنان لا تمثله مجموعة حزبية مؤكدا أن ما جرى في قضية خلية العبدالي أمر مرفوض وفيما عرب السنيورة في حديث إلى صحيفة الرأي الكويتية عن أمله في أن ينجح الرئيس ميشيل عون والذي يزور الكويت بعد غد أن ينجح في أن ينقل الصورة الصحيحة عن لبنان أكد أن تدخل حزب الله في سوريا وفي مناطق أخرى من العالم العربي يخلق أجواء غير ملائمة ومخاطر كبيرة ولابد للبنان أن يدرك أن له مصلحة حقيقية في التعاون بينه وبين أشقائه العرب وأضاف السنيورة نحن نشكو من وجود العدو الإسرائيلي ولكن يجب أن نعيد للدولة اللبنانية حضورها وصدقيتها في التعامل مع مواطنيها ومع العالم لا سيما العالم العربي وتتبعونا في النشرة بعد الفاصل دفع تعويضات مزارعي التفاح للعام 2016 في عرسال واللبوي أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة تربويا نفذت نقابة المعلمين في نقابة إدرابا تحذيريا يوم أمس احتجاجا على عام دفع الرواتب وفق زيادات التي لحظتها سلسلة الرتب والرواتب وقد حذرت النقابة من اللجوء إلى تصعير جديد إذا لم تلبى المطالب هكذا كانت المدارس الخاصة اليوم ملاعب وصفوف فارغة من طلابها بعد الإدراب الذي نفذته نقابة المعلمين في المدارس الخاصة احتجاجا على عدم دفع الرواتب على أساس سلسلة الرتب والرواتب المستحقة نهاية شهر تشرين الأول الماضي إدراب التزمت به معظم المدارس الخاصة باستثناء عدد قليل منها إذ لم يلتزم بعض الأساتذة بقرار نقابتهم خوفا من أي إجراءات قد تتخذها إدارة مدارسهم بحقهم نقيب المعلمين رودولف عبود الذي شكر الأساتذة على تعاونهم أكد أن التصعيد مستمر إذا لم يتجاوب المعنيون مع مطالبهم نحن جاهزين نقعد يصير فيه اتفاق مع كامل اتحاد المؤسسات التربوية ومع احترامنا للأمان العام للمدارس كاتوليكية نقابة المعلمين نقابة لكل المعلمين بلبنان من أول مدرسة لآخر مدرسة جغرافيا ما فينا نحن نجاوب على مبادرة على صعيد نقابة المعلمين صادرة عن مدارس كاتوليكية عملوا معروف كاتحاد مؤسسات التربوية ومدارس إفرادية اسمها مع بعض المدارس تستفرد بمعلمينها وهذا الشي ما رح نقبله نحن عاطين يعني مكسيموم كنا قيلين للخطوات التالية كمان اكتر واكتر بعد جمعتين وعلى اكيد قبل اخر شهر تشرين التاني نتأمل الحوار يتفعل بشكل رسمي ما بقى يصير فيه يعني مع احترامنا للمبادرات مبادرات جزئية نحن بنعتبرها خلي النظرة تكون شاملة تطال كل المدارس الخاصة ويبقى الانتظار سيد الموقف ومستقبل التلميذ التعليمي مجددا بين مناكفات من هنا وهناك المنافسة الانتخابية التي رافقت عملية التصويت في الجامعة اليسوعية تجلت بتجدد الاشكالات بين طلاب القوات اللبنانية وحركة امال الانقسام السياسي الذي طبع الانتخابات الطلابية في جامعة القديس يوسف لم يقف عند حد ظهور النتائج مرة جديدة تندلع سجالات بين طلاب على ضفتين قيد في السياسة فمسؤول طلاب حركة امال في الجامعة يظهر في هذا الفيديو الذي حصل عليه تلفزيون مستقبل يتوعد طلاب الجامعة وادارتها بمجرد المساس بمن تمثله الحركة وبيئتها في الجامعة فوز ممثلي قوى الرابع عشر من اذار في عدد كبير من كليات الجامعة فندتها مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية في بيان استغربت فيه اختلاق ارقام غير موجودة للحصول على انتصار وهمي القوات التي استندت الى الجداول والارقام التي نشرت اشارت الى انها فازت مع حلفائها باحدى عشرة كلية مقابل اربع للطيار الوطني الحر وحلفائه وخمسة كليات للمستقلين قطاع الشباب في الطيار الوطني الحر رد على الانتائج التي عممت معتبرا انها طرحت بطريقة مشوهة للحقيقة في بيت الوسط تعرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء امس محاكم مصرف لبنان رياض سلامي الاوضاع النقدية وشؤون الاقتصادية وكما التقى الرئيس الحريري قائد الجيش العماد جزافعون واستعرض معه الاوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية ثم استقبل الرئيس الحريري المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير يوزع الدفعة الثانية من المساعدات للمتضررين من مزارعي التفاح في بلدتي اللبوي وعرسال في البقاع ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير مشروع تأهيل طرقات بلدة عرسال وورش الاشغال في مشاريع البنية التحتية في البلدة كما اشرف على توزيع الدفعة الثانية من المساعدات للمتضررين من مزارعي التفاح في بلدتي اللبوي وعرسال للعام 2016 الانمئية القادمة يلي هي قيمة 15 مليون دولار ويلي وعد فيها رئيس وطلع فيها مرسوم مجلس الوزراء مصر عليها ومشين فيها واللي هي مبدعية تم توافق على إنشاء مستشفح وسنوية وترميم أحد المدارس وشبكة طرقات وشبكة مياه وتعزيز الكوة الكهربائية وربط الطرقات ببعضها مع كيفة القرى المجاورة الإسراع بدفع تعويضات الكرز اللي اليوم الأهالي بأمس الحاجة لها المساعدة بأولها الشرطوية واليوم عم بينفذ أشرف سيادته اليوم على تنفيذ الطرقات اللي عم تتنفذ اليوم بعرسين نتمنى كمان زيادة هالكمية الحجيري شكر الرئيس الحريري على دعمه البلدة التي تحتاج إلى الكثير من المشاريع رد رئيس بلدية صيدة محمد السعودي على الحملات التي استهدفت لبلدية مؤخرا تحت عنوان مشكلة عوادم من أفايات معمل صيدة وقال السعودي أن البلدية بصدد إيجاد مطمر صحي بمواصفات بيئية متكاملة حصرا لمشكلة العوادم المتراكمة نحن حددنا شو الطريقة اللي بنحملها اللي هي نفس الطريقة اللي عملنا في الجبل الأدين في كان حملات على بلدية صيدة وغرضت يعني طأويس وهلأ بدت تزيد التأويس خصوصا يعني نحن مقبلين على الانتخابات استطاع نادي هومنتمن اللبناني تحقيق لقب بطولة الأندية العربية لكرة السلة بصعوبة كبيرة وذلك بعد فوزه في المباراة نهائية على حساب صاحب الأرض والجمهور نادي سلة المغربي وتعليقا على الفوز غرّد الرئيس سعد الحريري على حسابه على تويتر قائلا ألف مبروك لفريق الهومنتمن وأحراز البطولة ونعأح ومزيد من التألق والنجاح تستاهل أكتر في النشرة أيضا بعد الفاصل المعارضة السورية ترفض رسميا المشاركة في مؤتمر سوتشي أهلا بكم من جديد في الأخبار الإقليمية والدولية ومع رفض فصائل المعارضة السورية دعوة روسية لحضور مؤتمر سوتشي للحوار السوري ما هو الهدف غير المعلن لهذا المؤتمر بحسب المعارضة تقرير غيدا جبيلي هجوم روسي دولي مزدوش تسعى إليه موسكو من خلال دعوة الائتلاف الوطني للمعارضة السورية للمشاركة في مؤتمر سوتشي للحوار السوري المقرر في الثامن عشر من تشرين الثاني الجاري المعارضة السورية رفضت هذه الدعوة معتبرة أن خطة روسيا ليست إلا محاولة لالتفاف على مفاوضات جناب في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمة سوريا هناك خمسة وعشرين جهة في أحزاب كرتونية عن شاءها النظام وعشائتها مخابرات النظام السوري وهناك أيضا خمس جهات تقريبا ليست بعيدة عن النظام في مواقفها وبالتالي فعلا هو حوار بين النظام وأشباه النظام ولا نوجود للمعارضة في هذا الإطار هذا إذا لم نتطردخ أيضا إلى صلب الموضوع الذي سوف يتم تناوله لأن الروس قالوا أنه سيطرحون مسارة الدستور وهذا جزء من مفاولات جنيف وبالتالي هو التفاف على جنيف وأيضا الجانب الروسي يسعى بشكل متكرر الآن لتجاوز الأمم المتحدة وتجاوز قرارات مجلس الأمن وتجاوز المرجعية الدولية هناك ما يمكن تثميته بعملية سطو روسي على الوضع في سوريا ليس فقط ميدانيا وعسكريا وإنما سياسيا أيضا وإذا كانت روسيا تحاول بخططها هذا أن تقطع الطريق أمام اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض فهل سيكون التصعيد الميداني في سوريا كرد روسي على عدم حضور المعارضة في مؤتمر سوتي الجواب رهن الأيام المقبلة في الميدان السوري انتقدت روسيا بشدة تقرير لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية بشأن هجوم خان شيخون زعيمة بأن النظام بريء من هذه المجزرة تزامنا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ستة قاذفات استراتيجية بعيدة المدى ضربت أهدافا لتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من البوكمال واستهدفت الضربة الجوية والسودعات للأسلحة ومخابل المعدات العسكرية إضافة إلى مراكز قيادة تابعة للإرهابيين حذرت حكومة أقليم كردستان العراق من أن الخلافة الحالية على نشر القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها وعند المعابر الحدودية قد يؤدي إلى قتال ويعود بكارثة على العراقيين ونفت الحكومة تراجعها عن أي اتفاق مبرم بين الوفدين العراقي والكردي بسبب عدم توقيع أي اتفاق بين الجانبين وكان أقليم كردستان اقترح نشر قوات مشتركة مع بغداد عند معبر حدودي مع تركيا تحت إشراف مراقبين من التحالف الدولية في السويد قالت وسائل إعلام محلية بأن انفجارا ضرب مدخل ملها ليلي في مدينة مالمو بدون ورود معلومات عن سقوط ضحايا ونقل موقع دايليستار الإنجليزي أن انفجارات عدة أعقبت الانفجار الأول والذي وقع عند مدخل الملها ولم يتضح بعد سبب الانفجار وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى أن الشرطة هرعت إلى الموقع وعملت على تطويق المكان بختم النشرة هذا تذكير بالعنوين سعودية هي حريصة جدا على الاستقرار في لبنان الحريري يطلع مجلس الوزراء على أجواء زياراته الإيجابية للرياضة إسرائيل عوضا عن الحرب بتقوم بهذه الدربات بالأراضي السورية تاهب في إسرائيل بعد تصعيد الأخير وأسئلة تطرح عن مستقبل الوضع في المنطقة إيران عرضت تدريب عناصر القاعدة في معسكرات حزب الله مقابل ضرب المصالح الأمريكية في الخليج العربي بهذا نأتي إلى ختام النشرة إلى اللقاء النظام بسورية مني مساعدت عمل معه ولا من عريبه ولا من بعيد